السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آآ برحب بحضراتكم دميعا في آآ لقاء سريع كده تفاعلي النهاردة آآ بخصوص آآ عضوية الار اي سي اس آآ حبينا نتقابل مع حضراتكم عشان ناخد فكرة كده ونتذكر مع بعض ايه هي المتطلبات ايه هي الفوائد ايه هي المنافع ايه هي الخطوات المطلوبة عشان لو فكرت اذاكر او اقدم على آآ للحصول على عضوية الار اي سي اس ريال ريال انستيوشن في شارتر سيروديوز آآ احنا راحين رحلة دي حقيقة احنا عندناش هنا اللي نعمل كل كل كلام بنصداقية كل آآ نقطة بنتكلم عليها ليها فانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي عن اللي حصل معي في الكورسات السابقة آآ احنا بنتلع رحلة خلال الرحلة دي بنتعلم كتير خلال الرحلة دي بنتعلم منهج بنتعلم آآ بنتعلم آآ زي ما قلت لحضرتك ما هو المطلوب وكيف نصل اليه بنتعلم حياتنا اليومية في المواقع وفي المشاريع وفي الاجتماعات وفي الادارات آآ بس نفيد منها يوم بيوم يعني بإذن الله بإذن الله مرضى لو ركزت معي ممكن بكرة تلاقي نفسك آآ عندك شوية اختلاف وانت بتتحدث في اي احنا مجموعة آآ من المتخصصين في آآ آآ صناعة الانشاءات بصفة عامة انا قلت لحضرتك انا اسمي مصطفى ومعانا زمنا البشماندس اهاب عسمة كوميرشال ديريكتور كبير في آآ شركة درجة اولى بلس في المنبلكة معانا الدكتور رحمد سعيد رفاعي آآ بيلش مارك الكوست انجينيرينج وطبعا ان شاء الله برضو بيلش مارك كلنا عارفينه بنساعد بعض بإذن الله رب العالمين عشان نحقق متطلبات الار اي سي اس ولما نوصل لفوق الجبل ده تبقى انت قدامك آآ مكسبيه ان المكسب الاول انك قدمت قريدي على الار اي سي اس قدمت السبميشن اللي هو ستامن تلاف كلمة ولا حاجة وقدمت او سبعة تلاف وخمسمية وقدمت آآ سوري وارتقى مستواك بقدر الجبل ده حتى لو حضرتك مستواك النهاردة يعني كلنا ان شاء الله متميزين آآ حتى لو حضرتكم متميزين فانت بتنظم بس المعلومات اللي انت تعرفها وبتكتبها في ريبورتات فبتلاقي نفسك بتتعامل مع الموقع ومع الانترفيو ومع البروجرس ميتينج ومع بتاع كل مشروع وبتاع الريبورتينج وبتاع البنشماركينج آآ بتختلف طريقة معاملتك معاك بحيث ان الزملاء عندك في المشروع والاساتزة الافاضل المديرين بيتعاملوا معاك باسلوج مختلف كما مرة هذا عن تجارب وليس عن آآ برشور دعائي هذا الجبل نطمح ان احنا نطلع فوقيا هو ده المقصود دلوقتي دي الكنتكت ديتيل لما حضرتك تحب يتتواصل آآ دي 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 الجبل ده اللي احنا عايزين نطلعه من قبل من قبل المنزر ده اللي انا عايز احطه البسيطة دي عايز احطها على البروفايل بتاعي في لما اكون انا نجحت واكتب كده اقول لكل زملائي كل الناس تبريك لك اول ناس هتبريك لك اخوتك الكبار المحاضرين ثم اكاديمياتنا الحبيبة هتبريك لك ثم جميع زمائلك بقى آآ عد بقى بلا عدد وبلا احصاء هتلاقي ان المجتمع العربي كله بيقولك قل لي انت وصلت ازاي تقوله بفضل الله فقط عشان اللي احنا فينا بيوصل او بياخد الممبرشيب بتبقى بفضل الله بنتعب شوية اه وبنحاول شوية اه ولكن هي بفضل الله اولا واخير ايه هو التخصص اللي ينفع يدخل ايه زاكر لعضوية التخصصات دي كتير قوي قوي وجوه العضوية فيه انواع من آآ مسارات للعضوية لو انت بلوجيكت مانيجر انت عايز تقول انا شارتر بلوجيكت مانيجر لو انت كونتراكت مانيجر او كونتراكت انجينير او الناس بتوع العقود زي ما بتقولوا علينا الناس بتوع العقود دول هتبقى اسمك شارتر دي كيو اس اسمك كده اللي هو بيروح للباثوي يا اما برويكت مانيجمند يا اما آآ بتاخد المسار بتاع الفرق بينهم مش كبير ولكن فيه فرق بالكومبتنسيز اللي انت بتكتبها انا هتكون وظيفتي ايه عشان ادخل احد المسارين دول عندي كونتراكت مانيجر كونتراكت انجينير كونتراكت ادمنستريتور سينيور شارتر دي كيو اس الوزايف دي كلها بتطلبك كوميرشيال مانيجر روكيورمنت مانيجر سابلاي شين روجيكت مانيجر كونستراكشان مانيجر سايت انجينير سايت مانيجر كوست مانيجر كوست انجينير كوست كنترولر آآ تكنيكال انجينير تكنيكال يعني ما فيش تخصص معين لما انا تسألت فيه او لما قابلته قلت له لا انت بعيد لا هو ما فيش حد بعيد. يعني بالفعل سواء انت عايز تكون او تكون او 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 حتى لو انت تخصص المساحة فانت مش محتاج اه مش هتفرق معك كتير اه انك تدرس او 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 اخدت بقى لكم انا بقول كلمة احنا متعودين على كلمة يعني منظمة يعني مؤسسة اه ايه الفرق والانستيوت هي المنظمة اللي بتعمل اه لاتجاه اه محدد في العلم او في في الممارسات زي منظمة ادارة المشاريع اما فهي بتعمل للصالح العام بتعمل للصالح العام وليس فقط هي بتعمل للصالح العام. ده الفرق بين من النقاط المؤسرة عند خلي بالك هي المجتمع بتاعنا بيسميها ريكس وانا هغلف احيانا وعقول ريكس لما هي اسمها الرسمي ريكس يعني رويل يعني مية وكم دي يا شباب مية تمانية وعشرين سنة الا ولا مية واربعين سنة الا سنتين تقريب اربعين لا اكتر بتاع دي اتنين وتلاتين في الديني الالف الالف وتشعومية ودي مية يبقى مية اتنين وتلاتين وده اربعة وعشرين يبقى مية ستة وخمسين صح حد يحسب هلو. هو فرق لا هي مية واربعة وحاجة عشان احنا سنة لا مية ستة وكام سنة ها شريف عادة حساب هالي الاول بالموبايل وقول لي الفين واربعة وعشرين ناس الف وتمانية وتمانية وستين آآ قد يقول ن اتنين وتلاتين سنة مية اتنين وتلاتين زائد عشرين مية اتنين وخمسين زائد اربعة مية ستة وخمسين بقى لها مية ستة وخمسين سنة بتطلع ايه آآ بيربوس تو بيرموت ليه ايه شغلتها عايزة بتعمل آآ توجه عالي او مستوى عالي آآ في مجال التقييم ادارة المشاريع التطوير العقاري التطوير للاراضي العادية الريال استيت التقييم المباني تقييم الاسد تقييم المنشآت بصفة عامة البنية التحتية هي دورها كده دور الار اي سي اس كده اللي بيسموها ايه بالغلط ركس ايه يعني الميزة يعني لو حد فينا اتمنى حد فيكو ما يكونش عارف اي حاجة عن الار اي سي اس هتقول لي ايه يعني ماشي بوعدين صوت يعني انا في البي ام اي ولا في الاي في الاي اي سي اي خبت السي سي بي وبقى اسمي آآ آآ سرتيفار هنا ايه الموضوع هنا بيقول له حضرتك ان انت هتاخد آآ عضوية آآ احترافية معتمدة من منزمة بقالها مية ستة وخمسين سنة من اشهر المنزمات اللي تعطي عضوية في ناس بتسميها ملكية ناس بتسميها آآ قانونية المهم انك عضوية معتمدة ولا ليس عضوية كده في النادي مسلا او عضوية في البي ام اي بدون بي ام بي لا عضوية معتمدة ما ياخدش اللقب ده غير واحد معاه ده عمل عمل وعمل 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 وربنا وفقه وكتبها له بتوفيق الله فقط او اولا واخير صعبة بالصعبة سهلة بالسهل طويلة مش طويلة نعرف الكلام ده مع بعض المهم ان انا كل يوم كل ما بكتب خط او بكتب سطر او بذكر سطر انا فعلا تاني يوم في الاجتماع آآ اي اجتماع بعمله اي لقاء اي وانا واقف في الطرقة مع مديري او مع المقاول او مع الاستشار يقولك انا او ايه اللي جرى للدكتور والبشمهندس والبشمهندس كان الزمان بيتكلم بطريقة ودلوقتي معلوماته اختلف اتجاهها شوية انت ستعتمد بيقولك خلي هو الراجل ده بيتكلم كده ليه تقوم والناس توطي على ودنها كده بعمد اخاذ الار اي سي اس قرين ده زاكر ده اقرى كتير هزا يعني ان بس الار اي سي اس يعني اللي هتعمل مني قوي ولا هتجيب لي الرزق الرزق بيجي من عند ربنا فقط ولكن هي فعلا الكتب اللي هنقراها والمحاضرات اللي هنحضرها والاداء اللي هنقدي مع بعض لما نكتب في الريكورت هو ده اللي بيساعدنا اول باول ان شاء الله رب العالمين بيديني مصداقية بيديني السمعة طيبة علمية بيديني اسلوب احترافي بيخليني في السوق مثلا يعني انا في اي محاضرة تحكيم هندسي باتكلم فيها بقولك انت تختار عنه اي شخص تاخده معاك محكم احسن شخص تاخده معاك محكم او حكم او ان شاء الله تاخده معاك يستوب لك العروسة خد واحد عنده يعني ايه يعني عنده مصداقية يعني لا يشهد بالخطأ يشهد بالصدق بس فاذا انت هننزور لك لانك عندك ما ينفعش تهزر ما ينفعش تدي لو انت الانجينير او تدي بالخطأ سواء عن عمد او غير عمد زيفة برضو اهلا اهلا بشماندس حزيفة حسابها صح يا بشماندس وقالك مية ستة وخمسين زيت متحطني على مستوى معين من الاحترافية لا اقارا كمان مرة الارزاق بيد اللي كمان مرة كل الناس احسن من بعض وكل الناس عند ربنا اه كاسنان الماشي الا بالعمل الصالح اه انا بتكلم بس من وجهة نظر ايه زي اللي لابس بدلة طيار وللبس بدلة عسكري وللبس اه الخوزة بتاعت المهندس بيقولوا عليك ان انت شاطر ما فيش ابسك من كده انت شاطر لما تيجي تقول انا صاحب شركة مقاولات او مدير شركة مقاولات او كونسلطان او وعايز واحد انا متأكد انه زاكر زي كده الناس يقول لك انا عايزه مصر ام بي اي اه هنا في المهنة بقى في المهنة التطبكية بتاعتنا يقول لك انا عايزه ارا اي سي اس انا عايزه ارا اي سي اس من برد اوكي يبقى انت ستصبح جاذب وظيفة تنجزب ينجزب لها معك مؤهل او معك ينجزب لها طالبي التوزيف طالبي المهندسين طالبي المديرين العقود ومديرين المشاريع هو الرجل اللي في الصين يعرف الباكريوس اللي انا اخدته الرجل اللي في الهندة وباكستان يعرف باكريوس الهندسة بتاع جامعة عن الشمس لا والله مش كتير هي احسن من اي جامعة في العالم وهم يعرفاش كتير بس كلهم يعرفوا الار اي سي اس فالمقصود انك بتاخد شهادة بتاخد شهادة سرتيفيكات كده في ايدك تقول ده الكرنيت بتاعي انا ار اي سي اس انفع في نيجيريا انفع في لندن انفع في بريطانيا اه ده الرجل ده عنده مستوى معين من المؤهلات بدل ما تقول له انا خليت جامعة عن الشمس وطلعت الاول ودي الشهادة وانا جايب اه تسعة واربعين من خمسين والجامعة عندنا كانت صعبة اوي واحنا يقال عنها انها جميلة جدا قول لده كويس هتضيف اليه الشهادة هم عارفين شكلها اول ما ار اي سち اس دوت اورد يطلعوا اسمك تشتغل في طالص العالم كله عارفني تشتغل فننترنترناشنال ماركت طيب انا لما هادخل للعضوية هبقى واحد من مية اربعة وتلائفين الف عضوة على مستوى العالم مية اربعة وتلائفين الف عضوة على مستوى العالم في الشرط الاوسط اه فوق السبعين في المية سبعة اف تلاتة بواحد وعشرين فوق حوالي خمسة وسبعين في الأر اي سي اس يعني انا شيخسين دلوقتي قاعد بستفيد من حضراتكم في ايه? ان انا باخد ساعة بي دي يو. آآ باخد سي بي دي. باخد بروح اخر السنة. عشان يجددولي العضوية. اقول لهم انا يوم الثلاث عملت مع اكاديمية المعدالة. محاضرة جميلة. مع اكتر من خمسة وستين عضو. آآ اتعلمنا من بعض واستفدنا من بعض. وتسألنا وسألنا. ورجعنا اهداف الار اي س اس. فيحسبولي ساعة او ساعتين آآ سي بي دي. مع اني مش هبقى اواخد شهادة ولا حاجة من الاكاديمية. بس هما بيتعاملوا معاك ويتعاملوا معاك على انك ايه? عندك كريديباليتي مش جاية عندهم عشان تستفيد بساعة سي بي دي ولا ساعتين ويكون معاكش ازباد. فازن بتدفعني دفعا سواء هي بتعمل لنا بتعمل محاضرات مجانية محاضرات مدفوعة ان انا ادخل فيها فانا عد طول السنة منشقهاهم ومعاهيرهم في ان انا اتعلم كل يوم اتعلم جديد. انا لا انا انا يعني قدامي اتنين انا ما اعرفهمش. والاتنين بيقولولي احنا خرجين جامعة فشنغهاي احسن جامعة فشنغهاي. واحد فيهم قال لنا معايا ار اي سي اس والاتنين عملت لهم انترفيو ولقيتهم زي بعض. واحد فيهم متميز بال ار اي سي اس. تفتكر انا هتاخد مني. باني مش عايزة غامر. هاخد اللي ايه اللي معا ار اي سي اس طالما شبه متساوي من على الاخر. انا هفضل ال ار اي سي اس. بس هعمل حسابي ان ال ار اي سي اس هيقول لي عايز اكس في المية زيادة عن زميلة اللي من شنغهاي. او بكين. ازا ال اي سي اس هتحطك في منطقة رواتب مختلفة. تجيلك بقى الشغلانة ما تجيلكش الشغلانة هنرجع نقول تاني وتالت ورابع الله سم الله سبحانه وتعالى. ارزاق. بالاعدادية واقبض اكتر منك. بالسنوية العامة واخد فلوس اكتر من دكتور. ولكن المفروض ان انا خدت ار اي سي اس هعطف منطقة رواتب لها ليفل معين. احنا لسه عاملين عقدة في professional او engineering service بنكتب فيه. اه مدير المشاريع عايزينه يكون معاه program management. مدير المشروع ممكن يكون معاه ر اي سي اس. مدير العقدة او العقود او الcommercial او الانجينير يكون معاه ر اي سي اس. مدير القوانين يكون معاه c i o b او c i c s. وبرده نرجع مش عايز اعود عيد بقى وزيد كلها محاولات مني ان انا اجود ولكن الارزاق بتاعة ربينا. انا كده المفروض اقبض اكتر في الفلوس. والمفروض ان انا بقى لقدر الله لما يحصل drop في السوق او recess في السوق يحصل ايه? اه? يحصل recess في السوق يجي مدير عام الشركة يدور على الموظفين كده? اماشي مين? اماشي مين من عندي? افتكر البروفايل اللي انا بعمله للشركة. وانا بقدم proposal في كل مشروع. فبكتب احنا عندنا فلان الفلاني معا PMP ومعانا خمس مهندسين معاهم RMP ومعانا تلات مهندسين معاهم طب RICS اخليها صفر ولا خليها واحد ولا خليها اتنين اخليها as maximum as possible. فلو عندي اربع مهندسين اتنين عايز اتنين في منهم اتنين RICS واتنين none اقعد اتنين RICS. ده اللي احنا بنقوله لك هنا. في ريسك متجيشن شوية على بتاعت وصفته. المهندس شريف ادم يستحسن تصبر على نفسك شوية وخلي الامل في ربنا كبير ومش اه ما تستعجلش في التقديرات المالية. كله جاي ويسألني قدام شوية. بس. خليك الاول تفرح شوية باللي ممكن تعرفه او تتعلمه لو قريت ال RICS. في باث ويس. في حاجة اسمها باث ويس. في جايدانز هنا. ممكن تنزله من الموقع. انت اي حاجة تيجي في بالك اكتبه. RICS اه شرطة اي بي سي شرطة جايدانز. شرطة شرطة مهارات. مهارات. يعني مهارات. مهارات. يعني سوري. كم تنسي يعني مهارة واحدة. كم تنسي يعني مهارات. اوكي? اه في حاجة اسمها RICS دي بياخدها لخبرتهم سنتين ثلاثة اربعة. ولو الشركة بتاعتك اللي هتدفع المصاريف او او ما لو هتدفع انت من جيبك يبقى اصبر على نفسك كمان سنة يبقى خبرتك خمس سنين وروح قدم على RICS من جيبك. داخل RICS اتنين وعشرين مصار مختلف تذكر فيهم. طبعا انت عايز تاعرف الاثنين وعشرين بسرعة. انا بقول لك ما تتعبش نفسك اعرف ان فيه مصار اسم ومصار اسمه ومصار اسمه للمهندسين المساحة. تلاقي الباقي كله مش مشهور كتير. فيه مصار يخص ده بيتضامن او بيعامل مع منظمة تقييم السعودية. في حاجة اسمها منظمة تقييم تروح تابط فيها الزمالة في التقييم. للناس بتوع التطوير العقاري والاستثمار العقاري والتسمين العقاري. آآ بياخدوا آآ بالعربي اسمها آآ تقييم. بعد ما تاخدوا دي حوالي اربعين الف من تلاتين لاربعين الف. تروح تقدم على RICS وتاخد الام بسهولة. بعد ما تاخد اتنين موديول بسيطين كده. اتنين موديول يعني تدريب. خلاص? فايزا ما تهتمش كهير. في المرحلة دي ولغاية ما تقدم للصبميشن ما تشغلش بالك بالافكار الكبيرة واتنين وعشرين صبميشن هم هيبانوا معنا في اول محاضرة في الكورس بازن الله. النهاردة محاضرة تعارفية بس اللي هيكمل معايا هيشوف كل حاجة اللي ليه اللي مهمة واللي مش مهمة برضو هيشوفه بس طبعا بننبه تضيع وقتك في ايه وتختصر وقتك في ايه. مبدئيا عارفنا ان انا لازم يكون خمس سنين خلق. تاني حاجة بكريوس هن اه ريليفانت للشغلانة اللي هي الهندسة. هل 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 من الفاظ المزعجة اللي حبيتها جيبها لك انك هتقرى كلمة يا شهادة جامعية معتمدة من يعني انا خديد جامعة الملك سعود ولا جامعة الكاهرة ولا جامعة الشمس ولا المنصورة مش هينفع ولا جامعة اه العلوم التكنولوجيا في الارضل مش هينفع ولا الخرطوم اه مش هينفع لا هينفع ولا جامعة الامريكية في لبنان وسوريا والاخ الاخ لا هينفع بس هو بيقول لك ده بيتكلم عن حاجة تانية خالص عايز يسهل عليك الاجراءات بيقول لك بدل خمس سنين ممكن لو قلتنا ان اربع سنين بس من جامعة كزا كزا في لندن ماشي يعني خليك اربع سنين اربعة ونص يعني اه لو معك ماشي ستير من اربع سنين بس ومن ماشي ستير من اوروبا ممكن يمشي هلك اربع سنين بدل خمس سنين ايه المتخلوقات اللي انا لازم تكون عندي عندي خمس سنين عندي خمس سنين خبر عندي خمس سنين خبر اجمعهم مع ديجرية يكون معايا باكاريليوس اللي عنده ممكن يكون لي بعض الانتيازات زي ايه زي اي او بي ايه تاني زي اي سي اي اس اي ده مين الانانمس ده لازم نتعرف على الانانمس اه 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 يا دوب يا بشواندس اسلام مصطفى اسلام تتذكر شوية وبعد كده مش مهم مكتب فني او لا حد ش يسألني ان خبرته مكتب فني او موقع او عقود او مانجر طالما في الهندسة وتخرجت من الهندسة وشغال في مجال الانشاءات باي شكل باي مسامة تنفع تقدك سجله الجملة دي على عن 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 اجابتي يعني عايز اتعرف على الانانمس التنديه فيش حاجة تخليك تكتب الانانمس يعني شرفنا طبعا ويكتب لي انت عايش احنا بنتكلم عن المسار على فكرة او عن عن روت اسمه اه اي بي سي روت اي بي سي مصار ال اي بي سي اللي هو اللي هو بيتكلم عن اه ولا ولا مدة طويلة من العمل في المشاريع ولا دكتوراه ولا ليه دعوه بالكلام ده خارس هو المسار اللي اسمه اي بي سي اي بي سي اه اه هو ده المسار الشائع اللي انا بنصحك تدخل له ما تدورش على مسارات تانية لو انت قلتلي انا عشرين سنة خبرة ولا اكتر وعندي لغة انجليزية متميزة برضو بنصحك خليك هنا لازم يكون عندك اتناشر شهر اكسبيريانس بوس دي جري ارميمبرشيب كواليفيجيشن وانيو سبميت اد 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 بريليميناري ريبيو ستيجل لازم يكون عندك على الاقل سنة اه مهما كان في دي جري اللي معاك ولكن خلاصة انا هيكون عايخة خمس سنين خبرة اكي لا للأسف والله مش بتساعدنا كتير مش بتساعدنا كتير حاجات كتيرة مش بتساعدنا كتير يعني انا حتى عشان كده بقول لك خليك في كلمة اي بي سي كده اه بسيطة خالص اي بي سي ما لكش دعو بالامتيازات اللي هما بيتكلموا عليها اه في حاجة اسمها لو انت سنتين خبرة وسنة خبرة اه تدخل حاجة اسمها تاخد فيه تمانية واربعين ساعة ساعة في السنة بحوالي اتناشر الف ريال لو انا فكر صح يبقى انت اه لو خبرتك صغيرة قوي تدخل منتاز جدا بس مكلف وكبير اه عشان تعرف بعد كي تقدم على يعني ايه كنتينوال بروفشنال ديفيلوبمنت كنتينوال بروفشنال ديفيلوبمنت زي ما قلت لك انا بقعد طول السنة اذاكر كل اسبوعين تلاتة احضر لي ويبنار ولا اخد كورس ولا حاجة او درس كورس عشان يبقى اسمي طول السنة بحاول المذاكرة بتاعتي دي مش كلها هتكون اراية في كتاب او اتفرج على يوتيوب لا في حاجة اسمها فورمل وحاجة اسمها الفورمل والانفورمل دي متحددة في الار اي سي دي اس وهد الفرصة بعد شوية لزمائل المحاجرين الكبار والدكتور احمد سعيد يشرحوا معايا في ايه في الامور اللي زي دي اذا تمحتاج تدريب مبدئيا كملت معايا ماكملتش معايا ابتدت السنة دي ما ابتدتش السنة دي ابتدي احرص على عمل في سي بي دي كتير يوم الحد يوم التلاتة النهاردة حضرت تساعتين يوم الخميس القادم حضرت ساعة في مكان ما يوم الجمعة حضرت مع جمعات جمعات المهندسين المصريين في الرياض يوم الاربع اللي بعده اكاديمية العدالة عاملة حاجة عن العقود وهكذا خدت كورس دفعت ارشين وخدت كورس في مكان تاني خدت الكورس اللي معانا خدت فيه ستة وتسعين ساعة لازم يكون معاك دايما نصوهم الفورمل ونصوهم الفورمل اللي هو بيطلع بهدف ال יميفورمل اللي هو زي قراءة من كتاب 306- 536- hearn tactical confidence is required to write a maximum 4000 word including the cure and optional� components طيب اللي ايه هو المطلوب مني انا عرفت بقى علي خمس سنين خبراء واواواواواواواواواواواواواوا ايو يا دكتور ايو يا دكتور لقدم لحضراتكم الباشماندس اهاب عسمط ر إي سي إي سرتيفايد طبعا اما ر إي سي إي abge او بي وام بي و theo يا الديريكتور كبير او في شركة درجة اولى فوق الاولى بشوية. كلها آآ فممكن حضرتك تتفضل تعرفنا بشماندس اهاب آآ بالمطلوب آآ عشان تقدم هو ريبورت كراسة كده هنملاها بصوا دي اهو واحدة زي الكتاب ده كده بتاع الكدرات هتعمل ريبورت زي ده كده بس بدي اف فايل في حوالي سبعة تلاف قلنا كام خمسة ونص وثلاثة تمانية ونص كلمة تلاف وخمشمائة كلمة. سهلين ان شاء الله. فضل لشانس اهاتي. اه يا دكتور. آآ حضرت انا بس عايز اقول الاول ان احنا عشان ناخد في مرحلتين هنمر بيوم. آآ مرحلة اولانية اللي هي عشان ناخد نعمل دي بتتكون من آآ الحاجة الاساسية اللي هي الكيس ستادي. آآ بتكون آآ تلات تلاف كلمة لكيس انت مرد بيها اثناء عملك. وكان ليك دور ان انت تحل وتقترح وتادفايز آآ حلول لمشاكل معينة المشروع واجهها او الشركة واجهتها. لها معين يبقى واضح من بيحدده لك ايه اللي تمشي بيه عشان بتاعتك. ولازم ما تعديش التلات تلاف كلمة. يعني اللي بيعدي التلات تلاف كلمة بيسقطوه في مرحلة او مش بيسقطوه سوري بيرفضوله ويقولوله ارجع اعمل تاني من اول وبدين. طيب الجزء التاني اللي هو اللي انت بتاعت فيها خبرتك. في ال اسمكن الروي اللي بيتكلم عليه انت حتلاقيهم هم محددهم في حاجة اسمها كور خلاص دول لازم هتاخدهم وفي دي عندك برضو في حاجات محددة هتختار منهم اللي انت عندك اكثر خبرة في ان انت تتوضح في خبرتك خلاص وفي اوبشنال بيبقى فيه اتنين دول يعني ايه برضو ليهم مجموعة اختيار باختار منهم هم من توتال تسعتاشر كل الكمبتنسي في عندهم هم مقسمين الكمبتنسي لتري ليفلز تري ليفلز دول بيوضحوا انت فين من الكمبتنسي اول ليفل اللي هو الان ان انت لازم اي حاجة انت عارفها في حياتك او في ممارسيتك يكون ممرة واحد عندك معرفة ايه الموضوع بيتكلم عن ايه بتاعته ايه الحاجات الاساسية لما تتطور شوية المفروض بتخش في مرحلة ان انت هتبتدي تمارس بتاعتك دي في المهنة فده ليفل تو ليفل ثري ان انت هتوصل لمرحلة الادفايز تدي نصايح وحلول للمانجمنت عشان تحل بيها مشاكل وفعلا اي انسان بيمشي في مصاره في التلاتة ليفلز دول بالتدريج لو فكروا نوليج براكتس ادفايز في كومبتنسيز يش هيبقى مطلوب منك فيها غير النوليج بس يعني مثلا بقعرف النوليج الاساسية في علم الاكاونتس ايه هي الحاجات وال姐م وفي كومبتنسيز تانية هي بمطلوب منك ان انت حتى يكون عندك نوليج كوم عندك براكتس وفيكم بدنسيز طوصل فيها الدول ثري و 내 groundOkstation لازم يكون عندك تثبت ان انت عندك نوليج وتثبت ان ان انت عندك براكتس وتثبت ان انت عσω من بيها مشاكل استحالوا بها مشاكل او تحل بيها مهن طيب او اللي هي الكمبيتنسز دي بيبقوا اربعة تلاف وخمسمائة كلمة لما فيه في الاول تلات تلاف كلمة فيه اربعة تلاف وخمسمائة بيتقسموا الالف وخمسمائة الكور والتلات تلاف دي بقى اللي هي بتخش على التكنيكال كومبيتنسز وعدد الكلمات ده برجع اقول مهم جدا جدا فيه ناس ما بتعديش من البرلميناري ريفيو انهما عشان بس عدد الكلمات انهما مش ملتزمين بيه خلاص كده خلصنا المرحلة قوانية ان احنا جهزنا السابميتل بتاعنا بنبعثه للاري سي اس فور ريفيو لو خدنا ابروفل عليه تخش على المرحلة التانية اللي هي بيحددولك معادل الانترفيو ممكن طبعا تكون تمام وكويس جدا في البرلميناري سابميتل واخد اوكي وللأسف الانترفيو ما تقديش فيها كويس ناس هتجهز السابميتشن بتاعهم لوحدهم وانت مش هتساعدهم في اي حاجة لا اكيد هساعدهم لان هما لازم يفهموا اه ايه اللي المفروض يكتبوه يعني فيه ناس بتوميكس احيانا يعني فيه متشابهة اصلا يعني تلاقي مثلا واحدة تانية فلازم نكون فاهمين ايه اللي مطلوب في الكمبتنس دي و ايه اللي مطلوب في دي و ايه اللي مطلوب في دي ما نعملش ميكس ويقوم ايه في الاخر تترفض لان انت دخلت حاجة بتاعة فدي طبعا لازم تبقى واضحة واضحة كويس او ايه اللي في كل الكمبتنس دي و ده اللي احنا يعني بنحاول نوضحه دايما الكيس ستادي دي طبعا قصة كبيرة جدا يعني لازم لها معين ماشية بتاعها لو اختل خلاص الكيس ستادي بتلاقيها كلها مش مش واخدع بروفل فدي برضو حاجة بنوضحها يعني في الباث بتاعها الكيس ستادي هي تلاف كلمة حضراك قلتها تلاف كلمة ويقول سنتين اه لازم يكون الكيس ستادي الكيس بتاعتك ما مرش عليها اكتر من سنتين في الان ان انت يعني عشتها عشت الكيس دي خلال السنتين الماضيين لتاريخ التقديم تمام وإيه دي مرة اربعة دي بشو ماندس ده الـ professional module ده الـ ethics دي من ضمن المتطلبات طبعا انت عشان تقدم التقديم الاولي الابتدائي ده ان انت لازم تعدي انتحان الـ ethics ده بيبقى ليه زي انت طبعا لما بتشترك الاول في الـ RICS بيتفتح لك portal الـ portal ده بتلاقي فيه متقسم هما متقسمينه طبعا منظمة جدا نتلاقيه واضحة الكيس ستادي لها جزء فيه جزء بقى الـ professional module ده اللي هو بتخش عليه بيتمتحم فيه online يعني هو بيدوك مجموعة اسئلة كده وانت بتجاوب لازم تنجح فيه عشان تبقى وفيه شوية حاجات تانية بسيطة لازم يكون لك counselor ويعني شوية approvals كده فيه ناس عارفاك في المهنة بتديك زي recommendation دي برضو من ضمنه متطلبات الـ preliminary submission طيب اسمح لي الموديول ده يا شباب بعد يعني امتحان بتاخد الاول workshop كده على online على الـ professional conduct ثم يبتدي يسألك عدة اسئلة الاسئلة دي تنجح بنسبة يمكن 80% لازم تنجح من حقك تعيد الامتحان 150 مرة من حقك تعيده كل دقيقة من حقك تانيك تعيد فيه كده طول النهار والليل لغاية ما تنجح محدش بيقولك انت بتعمل ايه فهو مش امتحان اكتر منه هو افادة هو فعلا مفيد من ناحية الـ professional conduct عشان بعد كده انت كتاباتك وانت بتكتب او انت في interview النهائي ان شاء الله قبل النجاح بساعات النجاح النهائي بساعات هتلاقي نفسك بتجاوب الـ ethics باسلوب الممارسة وليس باسلوب واحد واحد يساوي اتنين يعني واحد كاتب لي في السابميشن السنة التقديم اللي من شهرين بيقولك ايه انا رفضت الهدية ايا كان نوعها فردت عليه قلت له حتى لو بريال هترفضها هتخسر العميل بتاعك عشان جايب لك حاجة بريال تقوله ابدا انا لست مرتشي هم بقى هيعلموك اه ترفض ام ريال ولا ممت ريال ايه هو الاساس فالمدير ده مدير مفيد اكتر منه هو امتحان اضيف يا دكتور هنا اه اضيف النوع صلاحيته سنة صلاحيته اللي ما تاخد الاوكية عليه او تنجح تاخد الشهادة صلاحيته لمدة سنة ويتكسب لك كمان تلات ساعات تاقي في التلاتة دي يا شباب تلات ساعات وطبعا فورما لازم وانت بتجاوب كل الـ وانت اللي بتجاوب التسعتاشر اللي قالك عليها المهندس ايهاب لازم اجاباتك تكون مرتبطة بالـ ethics مش تقول المقاول زعلني روحت موقف له فلوسه انت كده معايا المقاول كان ابن حلال فمشيت له فلوسه كده انت مفيش الكلام ده اختصار او تجميع بقى للكلام بتاع البشمان تيهاب انا عندي حاجة اسمها مهارات اساسية اجبارية منداتوري ثم مهارات تيكنيكل فنية المهارات المنداتوري حاجة زي الـ business planning والـ client care والـ safety والـ ethics اي واحد يقولك انا ما عرفش ازاي عمل العميل ازاي ابني الـ business بتاعي او الـ business اللي انا فيه اعمل planning للـ business ازاي اتعامل مع الـ safety issues او الـ safety in my life بص انا قاعد ازاي بص هل ينفع اقعد كده قدام الشاشة يا شباب او ده الـ safety لازم على مسافة معينة لازم الـ level اعتقد انت ملاحظ ان انا معلي اللاب توب شوية لفوق المفروض ان المكتب اقصر من كده انا عليته عشان عناية لازم عناية تبقى فوس للشاشة تقريبا يبقى ده safety تبقى الـ ethics تلت درجات فهو وكمان ايه ممكن تقولي انا ضعيف في الـ safety حلتها ازاي؟ ده هو هيقولك بتمارس الـ safety ازاي؟ بتقوله بلبس بتقوله بخلي بالي متين بتاعي انا رجل contract manager ولا ولا senior QS وبخلي بالي متين بتاعي بقولهم انتو في الصايت بتلفه تاخدوا الـ الكميات لازم تكونوا لابسين الـ P-P-E لازم اشترت على في العقد اللي انا بكتبه اشترت على المقاولين يكون الـ driver بتاع الـ equipment معاه license ده safety انما بنقولكش بقى ايزا كيف ترسم الموقع العام من حيث الـ safety توزع الـ equipment والـ mobilization والـ entrance والـ exit والـ temporary roads ازاي؟ لا دي مش شغل انتك انت انت level two. level 3 ده موضوع تاني. فاذا المانداتور دي مراعية جدا ظروفك. ظروفك وتسألك بعض الاحيان في في الكشور في الاستدامة. كشور استدامة? ماذا تعرف عن الاستدامة? ماذا تعريف الاستدامة? كيف عرفت ذلك? عرفت ذلك من غير الكورس ده يدريه لي. انت هنا بيقولك في في المانداتوري level one ده اللي الماندسي هاب بيقول لنا عليه مطلوب منك سبعين تمانين كلمة. مش اكتب. طيب التكنيكال التكنيكال بقى فيها نصين. جزء كور. انش انت هعمل اللي بتقول انا مدير عقود. هتزعل مني ليه لما اقولك اعملي تلاتة اه تلاتة 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 اتنين 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 ولا تلاتة يا جماعة. هت اللي قلت انا بتاع عقود خد بقى اعمل. هتقولي انا بروشيكت مانجر. هقولك اديني تلاتة level planning ولا risk. هتقولي انا بتاع عقود مليش في ال planning او يقولك كفاية عليك اتنين هو كيف اتعلمت ماذا تفعل مع ال planning. بقى راجع اللي ولا لنا دعوة برومافيرا ولا اي حاجة. بقى راجع ان فيه خطط في المشروع اللي يتقدم في معاته. اللي يشتمل على وعلى 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 هو ده. طيب انا ما بحبش ال planning ده انا شغال مكتب الفني ومانيش اي علاقة بال بال planning. انا قاد في المكتب الفني وفي التصميم. اقول لي خلاص فيه اه اه كنسي لازيزة جدا اسمها هي. ديزاين. ديزاين ديزاين اي كنوميكس اي كنوميكس اند كوستي بلان. ديزاين اي كونوميكس اند كوستي بلانين. كنت راجل قاد في الدزاين. فعمال كل شوية تعمل حاجة اسمها كوستي بلان. الكوستي بلان دي مرة في ال concept ومرة بعد ال concept ومرة في the IFC. فلازم تعمل لها اقتصاديات. ولا انت عملت تصمم وتطلع المشروع بميت مليون والراجل كان ايلك انا امتلك في جيبي خمسين مليون بس. انت مش عايز خدش على ازا الكور الكور مفيش فيها اختيارات طالما قلت انا راجل بتاع او انا راجل بتاع او انا راجل بتاع اه طيب يتبقى لي بقى حاجات اعرف اهرب منها شوية كده شوية كده ليسمها هي برضو تكنيكل بس هنا كانت كور ثم بقى التكنيكل اوبشنال الاوبشنال دي تختار مسلا اه تختار زي ما قلتلك تختار ايه تانية اللي بقولك عليها السؤال السهل خالص فاضلا بشانس اهاب السؤال السهل خالص هنعجز يعني هل هنيجي في وقت والعوقات على نفسي واخد مفهمش فيها اي حاجة هقولك هي دايما كلنا كلنا كل اللي دخل لو خرجوا لقوا كومتنسي واحدة بايش بس يعني واخدها على مضت كنت تتمنى لو ما كانتش موجودة انما مش اكتر من كده واحدة بس بتختار بيننا ريض وبتختار احسن المتاح او اسوأ اه احسن الوحشين بس اه لغاية دلوقتي انت مطلوب منك تعمل ايه وتقدم ايه واتختارها ازاي طيب لسه جايين بعد كده في المساميات ده من بالمناسبة عندها اصدارات انت زاكر منها كتير حاجات كتير اوه ممكن تزاكر منها طيب ازاكر ازاي وازاكر ايه دلوقتي قالك عندك سبميشن كيس ستادي وايه ضمن الا بي سي عايز تكتب وعايز تكتب كيس ستادي تكتب الريبورت انت عايز مبادئ بس تكتب بها مبادئ معلومات سريعة كده في كل وده اللي احنا هنقول لك احنا مش هنقول سريع هنقول لك بسيط بس انت مش محتاج تزاكر الا سريع عشان تكتب عندي دلوقتي الاهداف انا جزقتها الى اه مرحلتين مرحلة اسمها ومرحلة اسمها دي اللي هي النهار ده اللي هي عايز تكتب عشان اقدمه امتى اقدمه فبراير القاضي هنحضر مع بعض اللي حضرنا او ما حضرناش شرفونا في جميع الاحوال هنحضر مع بعض خلص المحاضرة يوم الجمعة الجاية اكتب الاتنين كمبيتنس اللي انا خبتهم خلال الاسبوع اقدمهم للدكتور الدكتور يرجعهم يرد علي في اسبوع او اكتر حاجة بسيطة حسب ظروف التقديمات اه تعرف الصحة ما الغلط تبتدي تجاود نفسك وتنطلق للامان معقول انا هعرف اكتب اه هتعرف تكتب يكفي ان انا النهار ده هعلمك هعرفك انا اسف محدش بيعلم حد انتو اسادزة كلكم هنعرفك اه النقاط الكوة اللي عندك عشان تشتغل عليها هتعرف انت في الانجليزي كويس فين ومحتاج وقت قوية فين هتعرف انت جاهز تقدم في وزيفة بالانجليزي بجد ولا محتاج تزبر شوية وانت ممكن تاخد الوزيفة بالانجليزي وتروح تاني يوم الدوام تلاقي الموضوع بقى معقد معك جدا وتتعب تتعب نفسيا ناس كتيرة جدا 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 بتشتغل حاليا انجليزي ولما بتكتب الريبورت بتلاقي الموضوع مختلف مع ان الريبورت زي ما قلنا لك مجزة اول سبعين تمانين كلمة قد يصل لمية واربعين مية وخمسين كلمة برضو من مية واربعين الى الغيب متين متين بلاس كلمة ليه انا بقول ارقام متغيرة حد فيك ولقت السبب عشان خطر انا ليه يهمني الاجمالي ما يهمنيش كلكم بتنسي عد ايه يهمني كلمة الف وخمسمية كلمة واربع تلاف كلمة وتلات تلاف كلمة ما يهمنيش السيفتي كتبت فيها كم كلمة بس احنا بخبرتنا عملنا اكسيل فايل هندهولك تكتب ونعنى عليها انت عارف سيفتي ليفل وان من سبعين لتسعين اثيكس ليفل وان من سبعين لتمانين كفاية اه كلاينت كير ليفل وان من ستين لتمانين كفاية وهكسب فعندنا الاكسيل ده ان شاء الله هيساعدك اه الليفل اه دلوقتي هنا انت في المانداتوري نرجع تاني بش مهندس اه زيفة انا قلت لك هنا ايه عندك مانداتوري عندك تيكنيكال اور اساسي اجباري عند ده اجبار المين اجبار الكل المسارات فاكرين كلمة اتنين وعشرين باثوي اللي اتنين وعشرين باثوي بياخدوا دول اجباري زي ما هم كابي باست يعني لو ابن عمك خد مصار غير اللي انت هتاخده خد منه المانداتوري يذكرها افهم منه هي هي كابي باست مش نفس الكلام لا نفس عنوين اللي هي سيفتي اه اثيكس كلاينت كير بيزنس بلاننج ساستينابيليتي سنو كونتراكت براكتس سوري سوري وبعد كده في حاجة اسمها انكولوزف انفيرومنت وكده لو اهل مانس هبقى الهالفه بس انا مش هخوفكم مش هجيب سيراتي ايه صغيرة برضو سبعين كلمة طيب مطلوب مني ايه في المانداتوري يا شباب مطلوب مني حاجة واحدة تلاتة ليبل ليبل تلاتة يعني تلاتة ليبل ليبل وان ماذا تعرف عن الاخلاق ومن اين من الكورسات اللي انا خبتها من قرية الكتب من نمر اتنين بتمارس ازاي طبعا ببعد عن بعمل الناس بسواسية بخدش رشاوي بتجنب المواقف المحرجة طيب احكيلي عن موقف ده ليبل تلاتة احكيلي عن موقف نعم انا كنت بقدم مرة كنت خلصنا مشروع ولقيت المقاول بتاع المشروع بعد تالي لنا دعوات الاستاد لمطش قورة بين الاهل والزمالك وكانت تتذكرة بعشر تلاف مكلفة قوي عملت ايه عملت ايه دي بقى اللي تنجحك في الليفل تلاتة اولا هل رميتها في وشه ممنوع امشي يا رجل يا بايخ انا مش عايز منك تذاكر انا محترم لا مفيش الكلام ده عندي مكتوب آآ داتا بيز عندي في الشركة بتاعتي بتقولك عمل ازاي ابلغ مين ممكن اخط الهداية وسجلها عندي في الشركة خلاص انا سجلت ان انا خدت ماوس هدية حسب نظام الشركة ده هنتعلمه مع بعض او هنعرفه مع بعض هتصدقوني مش هنتعلم احنا هنعرفه ناخده ندي هنقعد في اجتماع مفتوح الخمسة وعشرين كم تلاتين محاضرة باين ولا خمسة وعشرين محاضرة غير غير يعني ستة وتسعين ساعة غير الوركشوبس نتكلم مع بعض اكتر مهنة محاضر بيتكلم والاخرين بيستمعون يبقى الاثكس تلاتة وانا مش مستكفي او انك قريت كلمتين على تقول لي يجب ان اكون مهزب ان اكون استوعبه واسمع له وخلاص وقريت كتاب هزا لن ينجح ينجحك مع انا عشمان فيك تكون بتعرف تهندله كمان تهندل تاخد بالك من فلوسه خلي بالك من فلوس اللي ادهالك ما تكونش رايحة في مشروع غسيل اموال او جاية من غسيل اموال تعمل ايه لما يحصل مشكلة في تتعامل معا ايه ازاي افرد عنده اه كمبلين مقدم كيف تتعامل معاها اوكي ده نمرة اتنين معقول يا رب انا بس بعرف اتكلم في التليفون ولا اعرف اكتب ايميل لا ده انا عايزك تكون بتعرف تكتب ايميل وبتعرف تكتب اه وبتعرف تعمل وانواع وتعرف تعمل وتقدمها زي كده انا كده انجحت في في الكمنيكيشن عشان بعمل انا مهاندس ايه ها عرفنا يعني ايه مش هتحكي موقف في مش هتحكي موقف بنسميها انا دو ايام دوين كومنيكيشن بكتب ان طبيعة عمل ايه تستدعي ان انا اعمل المنصر كل شهر وان انا اكون فيه المكونات التالية واحد نين تلاتة اربعة عشر وتفاوض وانصك واتصل وابعت ايميل كل ده هو ده كومنيكيشن الهيلس ان سيفتي is the same you have level one what do you know about هيلس ان سيفتي what is your knowledge about هيلس ان سيفتي اسمها knowing knowing k-n-o-w-i-n-g knowing 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 that's one level one what about level two i am doing safety i am wearing safety i am wearing helmet i am sitting as per the code as per the safety regulations in front of my laptop what you do فيه سؤال شهير what do you do as a qs before visiting a site لازم تبلغ السايت لازم ترتدي كل المكونات لازم تعمل اجندة لازم تشوفها تدخل من اني باب لازم تبقى لابس الحزاء المناسب لازم 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 تبقى مجاهز نفسك لزيارة ده level two في الهيلس ان سيفتي في level one اللي هي افسط شيء برضو هنكلمك عن accounting principles مما تتكون بطشة المشروع باختصار هنكلمك عن ما هي انواع تلات اربع انواع وتتكلم عن خطط اه عن الاهداف والاستراتيجية والبلانز واللونج بلانز وكيف مما تتكون هو ده البيزنس بلانز ما هي ما هي تعرف الاميكابل سيتلمنت اللي هي باردو نيجوشياشن تعرف الميدياشن تعرف الاربيتريشن تعرف الليتيجيشن تعرف الاكسبرت جوجيمنت تعرف الميني ترايال كل ده هنتكلم عنه بقول لحضرتك هتعمل فرشة معلوماتية خطيرة كيف تحافظ على المعلومات هل عندك في الموقع هل بتجمع معلوماتك وبتدير اوراقك بالاكسيل فايل كله اوكي نمرة تلاتة كيف تتفعل مع فريق العمل بتاعك او زميلة كيف تتعامل مع في المشروع بتاعك عندي جنسيات مختلفة عندي اجناس عندي بنات ورجالة عندي ناس حوامل عندي ناس عندي مديرين كبار في السن عندي شباب متخرج جديد كل دي كيف نديرها الانكلوزيف اخر نقاط بعد كده ده انا قلت لك في ايه نرجع تاني للدواير عندي وعندي حاجة اسمها كور وعندي حاجة اسمها اوبشنل نروح لمهندس ايه بشرح لنا بسرعة هزيه الكور بتاعة الكيو اس فضل المهندس ايه ايه الكور اه دي اعم اللي هي لازم بقى تباين فيها طبعا انت في الباثوي بتاع الكيو اس فمهم تباين ان انت وصلت المرحلة من الادفايز في الكمبيتنس دي يعني ليفل تري الكميرشال مانجمينت او ديزاين ايكو نوميكس انا دايما بقول افضل اللي شغال في كونتراكتور ياخد الكميرشال مانجمينت اللي شغال مع ديفلوبر او بي ام سي اه ياخد الديزاين ايكو نوميكس لكن مش اكبار يعني بس هو دي بتبا معلومات ده اكتر هنا ومعلومات ده اكتر هنا اه دي بتتكلم على طبعا ده مجال واسع جدا وبيحصل فيه دايما يعني اه اسئلة يعني او عميقة فهم غالبا انت بتركز على الحاجات اللي عارفة في بتاعك اللي انت عصرتها عملتها شفتها نفستها وهم بيسألوك غالبا في اللي انت كاتبه في صوت بيسألوك في اللي انت كاتبه في بتاعك لان طبعا في العالم كل يوم بتتغير وتتطور اه حاليا اه شوية في اتجاه كبير اكتر للتكنولوجز اللي هي بتعزز الجريم بلدينجز بقى والسستينابليتي وكده فبيبقى فيه تركيز عليها اكتر فمفروب بتبقى عندك فكرة جيدة عنها وبرضو غالبا بيركزوا في الاسئلة على اللي انت كاتبه يشوفوك فعلا عندك في اكسبيريينس والله طبعا غالبا انت برضو بيسألوك في اللي انت مارسته اللي انت عملته معظمنا هنا في بيبقى شغال فيديك اكتر طبعا الجي سي تي والن اي سي والحاجات دي فيو كي يبقى عندك اوير بيها عارف ان في حاجات اسمها كده بس مش لازم هتدخل في ومش هتبين في انت تعرف عشان ما ما نوسعش مجال الاسئلة بتاعتهم غالبا غالبيا اشتغل فيديك فبيو برز خبرته في فيديك في مكان عارفة كنوليج طبعا ليفل تري ده انت بتبين تري ليفلز يعني اب تو ليفل تري هتبين ان عندك نوليج وهتبين ان انت عندك براكتس وهتبين ان انت وصولت لتدي ادويس في مجال العقود والكونتراكس وتحل المشاكل برضو يعني مثلا الناس اللي معنا في الصعودية لازم يكونوا اوير بسعودي تندر انت بروكورمينت لو والتحديثات اللي حصلت عليه والمراحل الانواع التندر انج ايه اللي بتنزل وبين تندر كلوس تندر يعني هتدرس كل الكلام ده أو مش مراحل اختيار اوفيك بروكورمينت باس الافضل حالة المشروع عندك يعني هما بيدخلوا من من ضمنها اللي هو هتقرر ان انت اه ديزاين ان بيلد والترديشنال والمستراكشن مانيجمينت والمانيجمينت كونتراكتين فيك المانيجمينت كونتراكتين دي ما كناش بنسمع عنها بس بدأت تظهر هنا في السعودية حاليا يعني شفتها رايز في أحد الديفولوبمنتس الكبيرة فالمفروب تبقى تفهم ايه الطرق الأفضل اللي زي مش فيها في طريق البروكورمنت الأفضل عشان المشروع بتاعها البروجيكت فايننس ده ده من الحاجات اللي بيحصل فيها برضو شوية ما بينه ما بين الكميرشن مانيجمينت إلى حد ما الأسئلة ساعات الناس بتلخبط في فايننس تتجاوب كوميرشن فلا بنوضح ايه اللي تحت البروجيكت فايننس بالزبط وايه اللي تحت الكميرشن مانيجمينت وايه الفروق اللي بينهم وكمان الديزاين ايكونوميكس شوية ممكن بعض الناس بيحسبها الكميرشن في بعض الكمبيتنسز اللي مطلوبة ايه اللي مطلوب اندر دي او دي او دي فدي بنوضحها لازم نكون واضحة في الناس هنا في الساب متل بتاعنا وفي نفس الوقت في الانترفيو ده اللي عام من ضمن الحاجات اللي هي شوية متدخلة مع الكميرشن مانيجمينت ومع البروجيكت فايننس بس يا كل حاجة فيهم بتاعتها او الريس اس مقسم ايه اللي المفروض بتكون بتتكلم فيه لما تيه تتكلم على الكمبيتنسي دي كونتيفيكيشن وقوستين بنوضح400000000 و ماوضح منلي كل وطرق ها في مرحلة معينة غير تاني في مرحلة تانية غير في بس دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه بتختلف لازم نكون فاهمين شكرا 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 بس هوضح شوية هنا في الكميرشال مانيجمنت الكميرشال مانيجمنت حسب الار اي سي اس دي بتنقذ اللي ما بيعرفش في الديزاين ايكونوميكس بياخد الكميرشال مانيجمنت الناس اللي هي محترفة او شغالة بقى لها خمس ست سنين تاخد الكميرشال مانيجمنت وخاصة لو كانوا خلفية مئاو اللي عنده سؤال يدخل على طول يرفع الايد ويسا نمرة اتنين يعني ايه يقصده هجيلك مش مهندسة حاضر هجيلك مش مهندسة يعني ايه كونستركشن تكنولوجي مش المقصود بيها العلم الحديث خالص المقصود بيها انك تعرف انك لو انت مهندس مدني تعرف انواع الاواعد المختلفة ومتى تستخدم كل قعدة متى تستخدم ايزولاتي تفوتينج لبشا رافت بايلس يبقى انت في الليفل وان هتقول انا راجل خريج مدني او معماري او اشتغلت في المقاولات وعارف تعلمت انواع مختلفة للاواعد واحد اتنين تلاتة وانواع مختلفة للسقف solid slab وهولو كور وهولو بلوك وفلاتس لاب انا نفست الفلاتس لاب حيث يوجد حديد علوي وحديد صوفلي وبناخد بالنا من البانشينج شير وبنعمل كولوم هيد ودروب بانيل والكلام ده خلاص كده خلصت الليفل تو الليفل تري advice جي صاحب العمارة اللي انا كنت بشتغل فيها مهندس اللي انا عايز اعمل صالة افراح فكان لازم افضي الاسبانات فكنا بنفكر هنا هنعمل بانيل بيم ولا هنعمل فلاتس لاب وحيث وانا الاسبان كان كزا قرنت الكوست وقرنت الاسبان وقرنت المعدات اللي عندي لقيت نفسي ان انا عرف ان نفذ الفلاتس لاب وعملت recommendation بالفلاتس لاب وطلعت ارخص ب13% وسلامه عليكم هو ده الايه construction technology ال contract practice دايما بتختار انت بين طرح اخترت design and build ولا design bit build ولماذا ال procurement and thundering رحت للم management contract ليه وروحت لل design and build ليه بردو انت اللي بتكرر الفاينانس انت تذكر ال cash flow لو تفهم في ال cash flow cash flow متقدم ال cash flow متأخر هو ده ال finance احسن حاجة في ال finance انك تقول انا مرة لقيت المشروع بتاعي عملين نصرف فلوس نصرف فلوس نصرف فلوس والمستخلصات مش قد كده بعدت ابحث في الاسباب اصلا الاسباب دي مكتوبة في الكتب لو عملت جوجل على ما هي اسباب تأخر ال cash flow هتطلع على الاسباب فتقوم انت اخذ الاسباب دي وتقول لنا ان ال variations لم تعتمد كان فيه claims لم يعتمد كان فيه اعمال لم تسلم عشان اشتغلناها our own cost لم تسلم ال subcontractor اللي اتفقنا معاه قبل التعاقد ما كملش معنا المشوار وتعاقدنا مع واحد اغلى منه فايه هي الحلول قلنا للمالك يغيرينا ال retention bond وقلنا للمالك بدل ما يخصم نسبة الدفع المقدمة كلها كل مستخلص يهدي الخصم شوية وروحنا جبنا غيرنا الميسود statement ونفذنا بعض الاعمال بقى بييد عمالنا عشان اوفر الغالي بتاع ال subcontractor هي دي الافكار العادية يكفي انك تبقاعد في الميتنج وتقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول شوف انت بقى المدير بتاعك هتديك ترقية ايه ولا يوم خاص ال quantification عند the costing هتقول كان عندنا فيلا كان عندنا عمارة كان عندنا مشروع وطلب مني اقدر الكميات والفريق بتاعي وخليت ال QSS بتوعي خدنا الرسومات ال design هتحكي حكاية من الصف الى النجاح مفيش حاجة صعبة والسيناريوهات موجودة وانت اقدها وقدود البشماندسة فضالي يا بشماندسة هنأسف على التأخير او commercial management هجيبها لك دلوقتي يا بشماندس من المثال commercial management هي مدير العقد مدير العقود عند المقاول بيدير المشروع ازاي بيدير الكوست ازاي بيتعاقد مع ساب بعد ما بتصعر المشروع والمشروع يرسى عليك بتطلع وانت بتطلع الـ CPI Post Performance Index لازم تديره عشان يكون حول الواحد تطلع خسران لازم ترجعه للواحد تطلع كسبان تعمل enhancement تعرف الرزق كcommercial manager عند الcontractor لو تسمح لي يا دكتور اضيف حاجة حسب الguidance note بتاعت الRICS الcommercial management بتشمل اول حاجة understanding estimates يعني لازم تكون فاهم الاستيمات تبقى ازاي رقم اثنين value engineering رقم ثلاثة supply chain management رقم اربعة valuing the works تقييم الاعمال اللي اتعملت رقم خمسة understanding cost رقم ستة الcost value analysis ودي مهمة يعني بتسائل فيها دايما اللي هو مقارنة الcost مع بتاعتك فين دي من دي دي من اهم مهم الcommercial management بعد كده فيه الcase and cost flow analysis والcommercial decision making المهندس اهاب يقراركو من بتاعت يعني المعلومات اللي بيقولها دي مكتوبة في ملازم هندهلك في ايدك من ال الف شكرة البشوانديس اللي ابنا بتقول ما فهمتش ليه معلش وما يدخلش في حضرتك كنت بتقول ان قسم الحصر يدخل فيه أنا ما قلتش قسم الحصر هو تقدير الكميات خلاص الكونتيفيكيشن هو تقدير كميات مشروع سواء قبل التعاقد او اثناء التنفيذ عشان تعمل مستخص والكوستنج هو الكوست تسعير الاعمال اللي انت بتعمل لها كوانتيفيكيشن طيب استنى بس مش مهند الشريف value engineering tender stage ولا construction stage السؤال في حد ذاته برضو مش موضوعنا في الRICS ولكن هو شغال معنا الRICS وبنعمل value engineering اعملها قبل ما تقفل المشروع بيوم المهم النتيجة النتيجة ايه النتيجة في design stage مش في tender stage في design stage ولا construction stage في design stage المشروع او 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 time او السؤال في حد ذاته وسؤال كلاسيكي مهند الشريف قدر السؤال ده سؤال كلاسيكي ومش هتفرق معك كتير المهم انت النتيجة اللي تبغاها قد ايه لو عايزت نتيجة كويسة يبقى اثناء design لو عايز عدى منك design وعشمان في ان المقاولين تساعد في مرحلة tender يجوز تعدمه alternative solutions وانا تشارك value engineering بنسبة x و y في المية ده كلام ممتاز عدى علينا value engineering في design وفي tender نجو دخلنا construction phase نكتب في contract بتاعتنا يحق للمالك انه يطلب او يلتزم المقاول ان يقدم value engineering solutions مع في حالة الموافقة عليها تكون توزع نسبة الوافق 30-70-40-60-60-60-40-50-50 واطفة ارجو يكون السؤال كان دي اجابت رشماندس شريف اضيفت يا دكتور بعد ايذنك حاجة بسيطة برضو الموضوع ده هو ال RICS عمل توضيح value management وال value engineering ودي بتتعامل امتى ودي بتتعامل انت وتتعمل ازاي ومرحلة فليها يعني paper في RICS طبعا لو في كورس جير نوضحها الف شكرا شكرا جدا مهندس احمد ايفون مع المقاول مش المالك هيكون افضل اختيار لي هو اصدق انا شغال مع المقاول بعد اذنك يا دكتور لو انا شغال مع المقاول مش المالك هيكون افضل اختيار لي هو ايه يعني اصدق المصار الكمبنسي الكمبنسي بتاعت تندرين and the procurement procurement and the tender اعلم ايوها ايوها باشمع ايها بذلك حبرتك اه 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 انا بس كان سؤال لنا اقد سأل حدوك حدوك بتقول دلوقتي من لوحات تابعة quantification هما يعني الاحسان لانه هو يطفل الكميرشي من احسان من انه يطفل الكميرشي تختاري انه او اه انا انا لوحات quantification يخلي quantification اه انا انا كنت بقوله ان الناس احيانا بتلخبط ايه اللي مطلوب في الكمبنسي بتاعت الكميرشي و ايه اللي مطلوب في الكمبنسي بتاعت quantification and cost يعني فيه تدخل ما بينهم شوية لازم بيبقى واضح ان دي بتتكلم في ايه ودي بتتكلم في ايه ما ملخبطش مميش اه بس مهندس اه خلاص اوكي ايه مهندس اه اه هشوف كده انت اصدق كده ولا ايه يعني انا هي هي كور اساسية اخدكم حاجة اسمها لازم اعملها صح كده اه اه طبعا طبعا مش ده انا بتكلم في ايه اللي تحت كورنتيفيكيشن واخصرنا كده بس مهندسين لازم هتاخد كورنتيفيكيشن اند كورنتيفيكيشن ثم انا راجل استشاري ما بفهمش في الكوميرشيال وكسبنا وخسرنا بس انا اشغال في اروح مختار حاجة اسمها اروح للسابعة للريبة سابعة حاجة اسمها الريبة اللي هي خطوات الديزاين اروح اتكلم فيها ادرسها واكتب فيها او لو انا مقاول او خبرة طويلة كده وشعرة بيض ممكن تتكلم باي اتجاه تاخد لو انت ملكش اي علاقة بالكوميرشيال وانت قعد في مكتب فني مكتب فني حتى لا مكتب فني ممكن تفهم انت راجل استشاري وما لكش علاقة بشغل المقاولات كتير كفلوس بلاش تورط نفسك خليك المشكلة مش في انك تكتب لو عايز تكتب انا ممكن اديك مثال محلول تكتبه زي ما هو او تقلده ولكن المشكلة في الانترفيو زي ما قالنا المهندس اه يعني مثلا بسرعة كده مثلا بسريع مثلا مالهاش علاقة حسب بالميس احنا احنا هو بنشتغل كله ببعضه بس الميس دي مش تحت الكميرشال دي تحت مثلا شكرا بشوانس اهال المهندس عمري كان رافع اليات ايوة انا كان الاستفسار برضو انه في حالة ال ان انا من ناحية ال مش من ناحية ال هو اللي يتكلم في اي حاجة برحته حدش هقوله انت بتعمل ايه فضل اوكي ففي الحالة دي بيكون ال هي الانسب من ال انا شخصيا بميل ال عشان بفهم فيها كلنا لما نقرأ او نكتب هنلاقي نفسي كلنا تمام الاستفسار التاني يعني المنداتوري والكور هل دي لها تايم في التأجيم هل لها الكور والمنداتوري الكور والمنداتوري ما لهم هل ليهم يعني انا المحلود ان انا اكون مقدم المنداتوري في خلال فترة معينة وبعد كده بتنقل الكور لا 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 كلهم مع بعض كلهم في يوم واحد كل في ساعة واحد انت بتجهزه معايا في شهرين ثلاثة اربعة وبعد ما بنخلص بنرفع على السيستم لو انا بتاعك بقولك ارفع بيجيلي بقول عليك لو انا مش الكونسيولر يبقى الكونسيولر مسلا مهندس ايهاب ولا مستر روبرت معنا في الكورس انا علي راجع مستر روبرت عليه يعمل وبعدين ترفع واحد زميلك هو الكونسيولر بتاعك براحتك المهم ان دي المصار كل اللي ده بيجهز وبعدين نرفعه مرة واحد شهر فبراير القادم ان شاء الله ان شاء الله والخطوة التالية بتكون الخطوة التالية بس نفرح بيك ويقولك مبروك في يوم يقولك تقدم هو تقريبا تسعة وتسعين وتسعة من عشرة ناجح يقولك هنعمل لك شكرا المهندس رحمد لسه عايز تقول حاجة مهندس عامر احنا معاك شكرا شكرا المهندس احمد تاني بيقول اكسد يا دكتور انا شغال مناقصات مع المقاول هل يكون اختيار ايه بما ان خاص بتحديد طريق الطرح المناقصة من جهة المالك وانت بتعمل نفس الكلام طرح المناقصة لل عادي انت بتعمل مع المكاول مع بتعمل عادي خالص مش لازم تكون حكومة وتطرح في شباب حد في حد انا ناس يسؤاله اكمل مهندس احمد اكتب لي واحد او اتنين مهندس احمد تكتب لي واحد يا اتنين طيب نروح للايه مهندس احمد يا واحد عايز يسأل كويس يلا مهندس احمد اتفضل رفع اليد المهندس احمد حد يدي له اوكي ينفعت تتكلم مهندس احمد ولا المايك مقفول دكتور ابراهيم لو سمحت المهندس احمد عايز يسأل مهندس احمد معا تفضل مش مهندس احمد شرفتنا مهندس احمد خلينا تكلم عن لو اول ما تجيلك الفرصة تفضل مهندس احمد هنختار من دول يا شباب هنختار من دول عندك حاجة اسمها دكتور احمد سعيد بيشرحه عندك لو ما كنتش انت اخدتها هنا يا حقك ليه كتاخدها هنا level 2 بس level 2 فانت لو انت اخدها هنا لو اخد design economics ممكن تروح تهرب وتاخد تاني في ال optional commercial management يعني بص مرة design economics ومرة commercial management المجموعة دي هي المجموعة دي يعني ممكن تعمل بينهم تبديل ومعاك ال planning اختيار ثالث يبقى هنا لو اخدت commercial خد هنا design economics مش عاجبك تاخد هنا design economics خد planning تاخد دي هنا يا تاخد دي هنا مش عاجبك دي ولا دي وفي optional ما تاخدهمش تعالنا نشوف حاجة تانية خالص حاجة اسمها conflict avoidance level 2 انت كنت واخد conflict avoidance اجباري level 1 من داتوري هنا تعال بصلي هنا كده شايف دي شايف الماوس الشباب conflict avoidance خدناها اجباري level 1 هاجي هنا اكتبها level 2 هتعرف حاجة عن التحكيم والmediation وال 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 والكلام ده وال اعرف تحكي في الكلام ده level 2 سلام عليك مميزاتهم وعيوبهم contract administration انا شخصيا يعني ما بشوفش حاجة غيرها قدامي على طول اخد اتنين level اخد level 1 و level 2 عشان دي اول مرة تزهر معاك اما لما كنا بنتكلم عن conflict avoidance انت قريدي عملت level 1 هنا فهنا يبقى بقيلك level 2 مش مكتوبة هنا خالص ولا هنا خالص يبقى انا هعملها هنا ايه level 2 level 1 plus level 2 رائع contract administration عارف يعني ايه contract administration اللي فيكو ارى عن الفيدك هو دور المهندس وعقود الفيدك هو ده contract administration اوكي المرة ثلاثة corporate recovery and insolvency دكتور رحمد سعيب بقول تنفع في البروشيكت ال due diligence انا بقول عليها بشرح لكم level 1 و level 2 مش متابعة قوي او مش مهضومة في المجتمع بتاعنا الانشورنس سهلة عليك level 1 و level 2 ده اللي احنا برضو بنتكلم فيه مع بعض بتاخد فيه خبرة كويسة جدا programming and planning programming and planning اللي هي ايه اللي انت عارفه visibility study دراسات الجدوة risk management دايما كل دول بيجوا عندي بيختصروا واحد المجموعة ما بيخرجوش على المجموعة دي risk programming contract admin conflict avoidance commercial دي المجموعة الشهيرة تاني هنا مرحوظة للنجمة واحد فين اول نجمة شباب حتى شايف اول نجمة design economics and cost planning candidate working in a commercial or contracting environment contracting مأولات we're likely choose commercial management to level 3 لو انت تبع المأولات خد commercial management candidate نفس النجمة عشان برضو design economic candidates working in a consulting environment within either يسميه either or either the public public or private sector will likely design economics فين في الكونسالتين الناس كتبالنا كل حاجة مفيش حاجة غير انك تزاكن مهندس سحمد برضو ربع اليد ممكن يتفضل خبرة كم سنة بش مهندسة الانونيماس انونيماس التندي لو سمحت اكتبيلي خبرة كم سنة اتفضل بش مهندس سحمد حركة سمانة كده دكتور ممتاز اه كان سؤالي بالنسبة انا لو شغال او تندرينج اقول لك حاجة ما تتحكش اتفضل اقول لك حاجة ما تتحكش والله والله صوتك لو قدمت تنجح اتفضل تسلم شكرا نا دكتور شهادة انا عتزبه شبه واحد شبه واحد زميل لسه مقدم معايا المرة دي ومستنى النتيجة شكرا نا دكتور اه لو انا شغال مع المقاول انا لاحظت ان حرك لما اتكلمت عن ده بيهتم بطريقة طرح فكرة المشروع ان انا هتعايد ايه ايبقى مناقصة مفتوحة مناقصة محدودة لكن انا مع المقاول فكرة ان انا بجيلي المناقصة انا بابدأ اشتغل عليها فانا دلوقتي يعني هادرس قصة الكميرشال ملشمنت ولا البروكورمنت والتيندرنج الاثنين الايا ما شونس الكميرشال اجبارية وאלا تاخد وإلا تاخد تمام تمام يعني الكميرشال ملشمات افضل مش افضل انت واخدها دي انت واخدها واخدك واخدها واخدها لو انت ما صعل يعود واخدها ثلاثة لبال لبال لغاية تلاتة وان او الكوميرشال بيجيدي بينها مفضلة يا كوميرشال بما انك مقاول او الرجل هو اللي بيقول مش انا شايف الماوس تمام بيقولك لو انت روح كونتراكتنج ايه كونتراكتنج ايه كونتراكتنج انفيرومنت روح كونتراكتنج يعني ميديا المقاولات مناخ مقاولات خليك في كونتراكتنج تمام شكرا لما دكتور معلاش اضيفة دكتور وضح من شوية مش منصح مد ان اللي تبسق عليه ما انت حتى لو شغال ما عمقاول فانت بتمارسه مع الساب كونتراكتنج والدكتور اللي اسأل كده يعني ممكن تختار طريقة التعاقد مع الساب كونتراكتنج تبقى ازاي او طريقة او هتاخد واحد معين تفاوضه ولا هتعرضه على اكتر من الساب كونتراكتر ولا ايه بالزبط يعني هتمرس الكلام ده مع الساب كونتراكتر حتى لو شغال ما عمقا. هو اه اولا اشكر حضركا دكتور على الاضاحي الجميل. اه وبصراحة توضحت لنا الصورة بصفة بشكل جميل جدا وممتع. اه فده شكر يعني خاص لحضرك. اما بالنسبة انا كنت انا انا خبرة سبعتاشر سنة في الكميرشيال انا كنت تي او اس واشتغلت تندر واشتغلت بريكورمنت و اه ومعايا او ميمبر في فيديك. اه واخدت من التشهيد والبناء اه في القانون الاداري والمدني مصري. فهل دي كلها شهادات هتفرق معايا في الساعات وخبرة سبعتاشر سنة طبعا. انا 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 كمان مش مدني. لا لا ممتاز ممتاز متفرقش معاهم خالص. اه هتفرق معاك في الكتابة بها تخلي الكتابة بتاعتك سهولة. مشكلتك لو في مشكلة يعني هتبقى اه سياغة الناراتف وليس المعلومات. المعلومات عندك قد كده. انت اللي زي حضرتك بيتعدى بيتخطى عدد الكلمات ويبتدي يختصر. بصبع عنه بعد. ولكن هي حاجات كلها مفيدة. كل اللي انت ذكرته ده انت هتذكره في الكمبيتنسيز. هتقول له انا درست كذا في التشهيد والبناء. انا اخدت كورسي في الفيدك. انا مخلص اللي هو برنامج اللي هو حضرتك عاد في الوقت لك. مخلص المواد بتاعته كلها مدني وإداري وكليمز وتحكيم وتزيبيت بورد. فهل ده. رابع رابع. هيضف لك في الكتابة يعني هيسهل عليك الامور تماما تماما. ده ما صار اللي اللي بعده بقى ما صار الانوني ما قلت ليش خبرتك قديها بش من دسمش. اه. قوليه انت عايزة تشتغل عقود. وعايزة وعايزة وعايزة. كمان مرة. انت بتقولي اختار وبعدين بقى كوميرشيل. لأ. الكلام هو واضح كمان مرة. لو عايز قصدك دي هذه الصفحة شايفين الكلام ده كده كله اجباري. في جزء اختياري بسيط اللي هو في اول سطح. نقرأ مع بعض كده. كل ده اجباري. في جزء اختياري بسيط اللي هو ايه? يا اما اتخدي كوميرشيل. يا اتخدي design economics. ال RICS كتبتها هنا. working in commercial or contracting environment. يعني انت في مجال المقاولات. خد الكميرشيل. لو انت في consulting environment. خد design economics. هقول كلام عكسي. خلاص خلصنا نكتب واحد. اتنين تلاتة اكتبوا لي واحد. عشان اللي يطلغبط يبقى مش تابعنا. ممتاز. ست سنين ممتاز. اكتبي لي يا بشوان ديسة لاز ان لو انت مقاول اكتبي واحد. اعملي commercial. المقاول هو ال QS اللي بيقولك احنا كسبنا. احنا خسرنا. ده احنا عاملين كميات بمليون وصرفنا خمسمائة الف. هو ده commercial. هو ده commercial. ابعدي عن design economics تماما. لو انت مش شغال في مكتب استشاري درجة اولى design. والمكتب مستوى درجة اولى. وانت شغال design بالدرجة الاولى ابعد عن design economics. كلام بعيد عنك خالص. ممارسات لا تتم في المستويات العادية. بتتم في المستويات المتقدمة من مكاتب ال design. خلاص يا بشوان ديسة اخترنا ايه? قول لده اجباري. سؤالك اصبح هل اخد design economics? ولا اخد commercial? بقولك خدي commercial وما تقلقيش. كلام سهل خالص. سهل خالص. المهم عندي اداية تبقى مشية كده وانا بكتب انجليسي. اداية تبقى مشية وما لخبطش. واعمل جملة سيارة. ما اعمل لش جملة اربع سطور تقول لي صدر يا جاعة ادوكم. هتتعبني معاك. والله بحس ان انا نفسي بيروح مع الجملة كده. سطر اتنين تلاتة. اول ما ما ازعل منك على تقول لي ايه الجملة الطويلة دي. جملة سطر ونصه تبقى حلو اوي كده كفاية. وما في ناس تفرح اوي انها عارفة تقول لك وازويل از. هتعمل لك ايه ازويل از هي دي اللي هتنجحك خلاص. هنروح كل ده كان ايه? هو مين اللي احسن? ومين اللي اهم? خلينا اقول هلت بالبساطة دي وبعد كده اه فستو فيس او وان باي وان هبقى اقول لك كلام اضافي. السوق كله لما بيقول لك انا عايز يكون لازم يكون هو يقصد المسار ده. لما شركة بتقول انا عايزها بيقصد المسار ده بس ما بيقولكش يثبت لي انك المسار ده. مجرد ما تعطلوش هذا عشان هو اللي طالبها بيبقى مالك. المالك بيجبر الاستشاري او البي ام سي. البي ام سي بينزل الاعلان يقول انا عايزك تكون كونتراكت مانجر او كونتراكشن مانجر معك ام ار اي سي اس. ما بيقولكش بس بالمخ كده طالما عايزك كونتراكت يبقى عايزك في دي مش عايزك في المالك بقى يما خبرته مش ما يعرفش يما بينسى يقولك وريني الاثبات انك كونتراكشن تمام? يبقى الديفولت في السوق هي كونتراكشن موجودة وما شفتش انا حد بيقول انا عايز مدير مشاريع او مدير مشروع بيقولك بي ام بي وبروجرام وبرتفوليو مانجر. الليفل زهي هتعمل هي هي لو انت شاطر تتقارن بسرعة بص هي هي الصبح اللي قابليها اللي قابليها اللي قابليها نفس الكلام في الليفل وان. دي الايه? وبرضو اختيار يا هاي? وانتو من كل ده. حتى موجود عند البروجيكت مانجر. مش بقولك ان هي الفرق بينهم مش كبير. ليفل تلاتة هنا. هي هي بتاعتنا. مختلفة 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 مختلفة. مختلفة ان دي رايحة ليفل تلاتة هناك كانت عندي ليفل تو. في الكيو اس. واخدى معاك لليفل تو في البروجيكت مانجمنت سمحت لك لغاية ليفل تلاتة. هناك ليفل تلاتة هنا ليفل تو. هناك تلاتة هنا تو. ليفل تلاتة هناك هنا تو. يعني فيه تشابه كبير جدا. ده ده ايه الاختيار. انا هاجري بقى عشان خاطر المعاد. البشمهاند اه فيه سؤال من اتنين وعشرين. السلام عليكم. اتفضل لوشاندس حزيفة. عليكم السلام. شباب بيبقى لها اول ما المايك يجي لك امهاندس حزيفة اتكلم على طول. دي بيبقى لها بتتكلم عن وتحط شوية يعني ايه يعني حالة دراسية اه المهندس اهاب قالك ما يكونش فات عليها اكتر من سنتين. انا بقول لك اعتبارها ست شهور احسن لك. ليه هنعرف بعدين? ايه كيس استادي دي? ما تقول ليش حالة حصلت في الموقع وعالجناها زي ببنعالج كل حاجة كل يوم. والما اول كان غلطان خلنا يكسر ويعيد الشرق. لا دي مش كيس استادي. دي مش كيس استادي. انت ممكن لو عايز تعمل كيس استادي كسر ويعيد الشرق. قول للراجل خلص تلت دوار وقعدنا نفكر ازاي هنقبل والاواعد ضعيفة. ازاي هنقبل. فازبح لدينا تلات خيارات. ينهد المبنى كله نخسر الوقت والفلوس. ينعمل امصان. ينقلل الاحمال او نقلل العدد الادوار. فدخلنا في سابلة استادي. ودخلنا في تيكناريكا استادي. وجبنا مكاتب استشارية قايم الاواعد. وعملنا ثلاث اختيارات. واختراحنا ثلاث حلول. عملنا بين الثلاث حلول. آآ طلعنا الحل الامسل. عرضناه على المالك. وعملنا اول ريكمنديشن. والمالك وافق عليه. ونفزناه. وخسرنا بس ثلاثة مليون بدل تلاتين مليون. وخسرنا ثلاث شهور زيادة بدل ما نعيد المشروع كله. ودي كانت الادفانتج. دي كانت الديس ادفانتج. ودي كان المكاسب بتاعتي. وآآ وتعلمت ايه من الكيس استادي دي. هادي كيس استادي بالصدفة جات لي كده. وانا بتكلم معاك. في واحد قال لي الكرين كان هيغبط في الكوبري. كان في كرين هيدق خوازيء. او ما كانت دق الخوازيء هتغبط في الكوبري فوق. عملوا تحويل مصار للمواسير كلها. وللخوازيء حلول حقيقية في المواقع بتحسن. وليس ابتكارات وانوفيشن ما حصلتش طول العمر. لا هي حلول بس فيها دراسة. مشغل انت الاناليتيكال تينكينج مشغل التكنيكال اناليسيس. عرفت يعني ايه كيس استادي? كتب لي يا بش مهندس سيف. من الصبح انت مظهرتش. المهندس سيف. المهندس حزيفة. المهندس احمد. كتب لي واحد لو عرفت الكيس استادي خلاص. اولا واحد كتب واحد. واحد ايوة شكرا. انا مهندس خبرة ثمان سهل اكدم. اه التقديم امتى? ده سؤال حلو اول. التقديم امتى? التقديم لما توصل باستعداداتك لخمسة وتمانين في المية تسعين في المية. لما تجهز باستعداداتك انا اخدك لما توصل خمسة وتمانين في المية اخدك معي كونسيولر اهلا وسهلا بيك بدون مقابل. وارجع لك واقول لك تمام ونقدمه كل حاجة. ادفع الفلوس وامتى وكده? معاك لغاية لو قلنا في فبرايل معاك لغاية اول يناير. نص يناير. وقتها ممكن ندفع. مش وقته خالص. ولا تقدم دلوقتي ولا تفرح ان بقى لك اسم عندهم ولا اي حاجة. مش فرقة بحاجة. اعمل حسابك لو هتبتدي تذكر من النهاردة. هنقدم مع بعضي في يناير ان شاء الله. اللي انت عملته ده بش مهندس حزيفة يمشي معاه. ان شاء الله خريجها دبلوم هندسة تلت سنين. بكاريوس جامعة برمنجهانك تقبل ان شاء الله. ينفع تقدم مهندس حزيفة. تمام. السؤال اللي بعد. المهندس يوسف انت رافع ايدك ولا من بدري. خلاص كده خلصت المهندس حزيفة نرجع للسلايدز بسرعة. دي الكيس ستادي. ادي ايه اللي يكون عندك ايشيو وتطرح ايشيو ايه حلولها. او اتنين تلاتة ايشيو. دايما يقولك اتنين تلاتة بس سنة باستكفي بوحدة. وفضل ايشيو واحدة تتكلم فيها. مدتها قد ايه? يفضل ستة شهور. من حقك لغاية سنتين فاتوا. الى يوم الفاينال وليس الى تاني ما اه. بص حضرتك. امتى بقى التقديم? الناس اللي تسأل على التقديم. عندي فبراير. ان شاء الله فبراير القادم هتقدم اللي هو كيس ستادي زائد الكومبتنسيز. في ابريل او قوائل مايو هيردوا عليك يقول لك النتيجة. يقول لك مبروك. راعي الملاحظات اللي كتبنا هالك. في الريبورت. وقدم لي في اغسطس. ملاحظات هكون حاجات بسيطة. عندهم زيرو حاجة اسمها زيرو توليرانس. لما يقولك تلات تلاف كلمة يعني التلات تلاف وخمسة ممكن يرجعوك ست شهور. عندهم الترجعة ست شهور. ست شهور. مفيش حاجة اسمها اعمل دي بسرعة وتعالي خلال يومين. مفيش. مطلوب منك تلات تلاف كلمة تلات تلاف وعشرة. يقول لك ما عدنا بعد ست شهور ان شاء الله. نتقابل على خير. اوكي. في الفينالس. فايزا لما هديك ملاحظات في الاوجوس. هتبقى كلام تافي جدا 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 جدا. جدا. يقول لك السي بي دي اللي انت كاتبها مش واضحة. في خمسة سي بي دي. اه يسقطوك اه اكدهم هاد بيهم شهادة. اه اكتب ووضحهم كويس. انما تقول لي عشر ملاحظات في الكمبيتنسيز لا. هتلاقي كمبيتنسي واحدة او اتنين. فيهم ملاحظات عايمة كده. بسيطة. هي دي اللي ينفع يقول لك. كس استادي نفس الكلام. يقول لك فيه شوية رسومات ما لهاش لازم انت حاطتها. اه حط رسومات للموقع العام. التاريخ مش واضح. انت مرة كتبت يناير ومرة كتبت اغسطس. واضحها واقلة واقلة في الانترفيو هتتعب. تصلح وتبعد تسعة سعين في المية يقول لك مبروك. الانترفيو كمان هنحدد لك خلال شهر. دخلت الانترفيو. اه في حدود اه الاوجوست. اديها شهرين. يعني من من في نوفمبر في اكتوبر تدخل الانترفيو. في نوفمبر تطلع النتيجة. اه? بالنجاح بازن الله. حد عنده سؤال في دي. هنا الانترفيو. لنوفمبر مقصدش انه بعد اغسطس. اوكي? النتيجة هتطلع في سبتمبر. اقول لك هنعمل لك انترفيو في اكتوبر. ده سمعت يا دكتور طبعت الانترفيو ايه? انترفيو حاجة علمية. زي لو نقشت ماجستير. لو نقشت دكتوراه. ايه طبعا. نقشت بحس بحس دبلوم. لا يكل عن كده. لا يكل عن كده. بيبقى في نطاق اللي انا كتبه يعني ولا ممكن ايه? حاجة خارجية. لا لا هو النطاق اللي انت كتبه. ولكن اه اي حاجة متغطية تحت اللي انت كتبه من حق اسألك فيها. نبيع مع الانترفيو اه الار اي سي اس نفسي. صح كده? ثلاثة ثلاثة من الار اي سي اس واحد اتشير واتنين اسسور. اه اه او بان المنبر اه اوروبيين عرب شرق اسيويين كده يعني. لا ان شاء الله قبل الانترفيو نعمل لك اه موك انترفيو مجاني او سواء معانا او مش معانا ما عندناش اي مشكلة في دي. اه بس انت اجهز بقول لي انا جالي انترفيو. اول ما بتنجح في البرلمناري بدخلك معايا في اه واتس اوب جروب اسمها فاينال سبميشن. كل الشباب اللي فيها بيبقوا داخلين معاك انترفيو. فبنعمل بقى كويس جديد. تماما. اقرفها دي كويس جميعكم اقروها تعرفوا منها اللي انتم محتاجينها. اه انا كان الاستفار عن الطبيعة التوقيتات. فيه صدى. فيه صدى صوت. كده اوضح? كده اوضح? في حتى غيرك فتح المايك. اتفضل 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 لمرحلة هل هي بيكون اه برضو محادرات اه يعني اونلاين كده ولا بيكون اه محادرات مسجلة? محادرات اونلاين كاملة اه محادرات اونلاين كاملة بنفس المنظر اللي انت شفته النهار ده. تمام تمام. وبتبقى التوقيت بتاعها ايه دكتور علشان برضو. سبعة سبعة العشرة سبعة العشرة والله اعلم حد واربعة. تمام تمام. سبعة سبعة وربعة كده يعني. تلات ساعات نت. تلات ساعات نت ما من غير اه. انت مشتغلتش مع العدالة قبل كده. لا اقال. لا لا خد فكرة عنهم هتلاقي نفسك محتاج تتعرف عليهم على العدالة كويس اول. حاجة مفخرة لمصر من غير مبالغة. اه اه احب اضيف اه اضيف ميزة بعد اذنك يا دكتور. يمكن احنا بنتفرط بيها يعني عن المراكز الاخرى. ان احنا جميع المحاضرات طبعا بعد انتهاءها وقت تبقى مسجلة. احنا بنعمل لها منتاج بنتحها على منصة تدريب احترافية مبوابة ومفهرسة. وبتفضل موجودة مع لغاية انتهاء الامتحانات تقريبا يعني الكرس بيغضل مفتوح. بالجانب ان احنا بنضف لهم بعض الكرسات الاخرى المساعدة يعني بتكون مسجلة. وهو البرنامج ستة وتسعين ساعة. احنا بعثنا زملاء هنا بعثوا على الشات يمكن رابط وكمان بي دي اف المتعلق بالبرنامج. شكرا لكم. واي احنا معكم برضو. اهلا وسهلا بيكو تمانياتنا التوفيق. مش مواندس عمر الجزئية بتاعت الكرسات المساعدة العدالة بتدي يعني بتدي كرسات مختلفة. مش هعمل دعاية دلوقتي. الكرسات المختلفة دي لو افترض مثلا ان انت انا بشرح في التحكيم في بتاعنا. اه وانت عايز تفهم اكتر عن التحكيم. فالعدالة بتتاح لك تدخل محاضرة التحكيم التالية على طول او تدخل على الكرس على محاضرة متسجلة تسمع معلومات اقنافية من كرس التحكيم نفسه. تمام تمام دكتور. شكرا. انا شخصيا. انا شخصيا عندي دوبليكيشن بدرس الانشورانس والكونتراكت ادمن والكونتراكت براكتس والتحكيم هنا وهنا. يعني في الار اي سي اس ومحاضرات اخرى. فكل ما بكون انا بتكلم معك عن حاجة عليها تدور معي في العدالة اقول لك انا خلال اسبوعين تلاتة عندي محاضرة الانشورنس مع العدالة وبقى تعلاني. تمام تمام دكتور. انا بس كل الزمل يعني. شكرا. مين تاني عندي سؤال? اه اه بالنسبة للار اي سي اس يعني. تكلف الموضوع بالتكلفة تقريبا تحدود كيف? اول نقول سبعة سبعة تلاتة اه لغاية ما تقدم البرلمناب. سترليني. سبعة سبعة تلاتة سترليني. ارخص من السي اي او بي. ارخص من السي اي ار بتعرف ايه تاني. ارخص من السي اي سي اي اس. بالاسف هم بكتل كده كلهم من بعض. اغلى من البي ام بي اللي عايز يكرم بالبي ام بي. ولكن بالنسبة للسي اي سي اي اس. بالنسبة للسي اي او بي بالنسبة للاي سي اي بالنسبة للسي اي ار كل دي ارفة اغلى من الار اي سي اس سميهم زي بعض بلاش اقول اغلى اقول قريبين نعم اللي متأكد منه السي اي او بي اغلى بعشرات يعني اللي استرليني وضحة يا باشمان دي الشريف تمام هي هو السؤال اللي اوضح من كده الناس طبعا مكشوفة أنا مش هكزت هل هي جايبة همها تستاهل يعني انا كده هصرف هصرف لي ست سبعة تلاف ريال لغاية ما بقى الاهم ان انا هبقى الاهم ان انا فعلا فعلا هترقى يا جماعة مستوى هيختلف كتير جدا 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 عشان كده انا مش بقولك روح سجل من النهار انا بقولك لما الورق يجهز في ايدك في حدود الخامسة وتمانين في المية بلس خلاص انت لو وصلت الى خمسة وتمانين في المية وقلنا لك التقديم اغلى من كده هتقدم هتقول لا ده انا بقيت مستوى حاجة تانية خالص انا لازم استفيد وابقى معايا عايز سؤال في الانتربيو سهل قوي 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 دخلت مشروعك لقيت انت مقاول وقلقيت الكاشف لو بتاعك متؤخر ما هي الاسباب وما هي الحلول ده سؤال صعب بالسهل ده سؤال صعب بالسهل يقول لي يا بش مهندس حاتم السؤال صعب ما هو اكتبه عندك اكتبه لك انا جالي سؤال مرة يقول لك ما هي انواع الفيدك وانا اصلا مدرس فيدك فهي حزوز المهندس بيقول لي كلام حلو قوي المشكلة مش هتكون في الدراسة لو فيه مشكلة هتكون في الكتابة بس احنا كلنا بنجيب برنامج مدفوع اسمه جرامرلي ده بيساعدني في تصحيح الجرامر بس لازم تكون انت مستوىك في الانجليزي على الاقل مقبول ولا جيد مش مشكلة قوي الجرامر بس لما تكتب الكلمة ويصلحها لك الجرامرلي يتقبلها يترفضها انت لتقرر عندك الجرامرلي مش بيصلح وقصب عنك هو بيكترح عليك فاللو اللي هو كاتبه متناسب مع اللي انت عايزه هتوافق عليه يا بيشواندس مصطفى اكتب لي واحد لا يوجد اي اختبار يا بيشواندس سيف لانت سمعني هو ما بيتمش عايز تاخد المايك لا يوجد اي اختبار فيه انترفيو فيه رفع تقارير زي ما انت بتقول رفع تقارير فقط ولا يوجد اختبار فيه انترفيو كده بير انترفيو يعني محترف الى محترف وليس امتحاني واكتب لي واحد يا مهاندس سيف انك فيه يمتدي المهاندس يزن فيه اعادة هل بتبقى بنفس الرسوم لا 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 الرسوم الاعادة سبعين رياء استرلين يا حاجة كده اعادة مش بكده خالص مش بالرسوم الكبيرة دي خالص شكرا مش مهاندس سيف ها مفيش اسئلة شكرا على تفاعلكم كلكم اه 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 بليني بس اه برضو عشان انا كده خلصت دي خليني اوريكم بس كمبتنسي واحدة بسيطة كده تلوت بتتكتب ازاي ربما تكون دي عملالك هدك خمس دقايق جماعة مش اكتر اللي مستعجل هيستناني خمس دقايق مش اكتر هيه بدنا نشوف كلمة كومتنسي اه نبحس عن كلمة اه امترول اف اقزامل 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 اسلايد زي بتشرح كومتنسي زي اللي انت اتخذها ده البورتال اللي هيتفتح لك اللي انت تقدم فيه كل اسعب اه سبعة ثلاثة سبعة نقاس مش سبعة سبعة ثلاثة صور يا هندسة صور اللي عايز يصور دي دعوه بشون دي اه عايزة اقول لك على معلوم بيقول لك اه في الليفل في الليفل مسلا ادي الاسكس تكتب في الاسكس هو بيشرح لك تكتب في ايه مش مهندس هو بيشرح لك بيقول لك اكتب لي في اتنين تلاتة من دول مش كلهم اكتب لي عند الار اي سي اس فيه مستند عندهم اسمه تجيبه تقرأه تختصر فيه سطرين وتكتبهم ده الليفل وان لالشركات اللي عايزة تبقى مندرجة تحت الواق الار اي سي اس عندهم بتطلع تتكلم عنها الباي لوز عندهم عشرة قوانين داخلية ممكن تقول انا اعرف العشرة باي لوز انا وهم منهم كزا وكزا وكزا مش لازم تكتب فيه بقى مش هيفيدك كتير اوكي؟ government legislation and regulations هي هي الاي اللي ممنوع عليك في السعودية او في مصر او في الاردن تتمرسه بتكتب في اي حاجة هو بتديك guidelines مش تكتب من الجوجل نسيت اقولك ان الجوجل مش هيقدمك كتير في الليفل 2 اللي هو بنسميه I am doing I am بتشتغل بإيدي براكتس اللي فاتت كان I know Level 1 I know Level 2 I do هل انت بتدرس فيها هل انت متابع هل انت بتدخل تعمل اي سيرفي بيطلبوه دخل علي واحد مرة عمله انترفيو انت هتقول كده لقيت ابن اخو المدير اللي انا بتشتغل معه من سنتين فحسيت ان انا كده هميل ناحيته فده conflict of interest فانسحبت من او خدت رأي مديري انسحب ولا كمل الانترفيو معاه Transparency in professional fees انا بتكلم عن الاثيكس انت بتقول لصحب الفيلا انا هصممها لك بألف ممكن تقوله الالف دول بتوعية تقوله انا هعمل لك اربعة ساعات وست ساعات سبل وتمان ساعات كهرباء الاجمالي الف هاندلينجيفت الهدايا هل الالف ريال بتعتبر هدية هل الريال يعتبر هدية خمسمية هدية كل ده يتبع البوليسي بتاعة الشركة اللي انا فيها هو بيديك guidance تعايز اقولك انه بيديك guidance او بص كلكم بتنسي commercial management الناس كانت ايه متضايقة شوية من commercial management هتكتب في example of knowledge الا وهي واحد اتنين ثلاثة اربعة. والله عايزك understanding the effect that the design and the construction process have on the cost. لو هو اختار ديزاين صعب. لو اختار ديزاين صعب التنفيذ هيكلفني كتير. لو اختار material استيراد هيكلفني كتير. awareness of the techniques used to reconcile the cost against income. انا بتكلف ايه? عشان بيجيلي ايه? انا اصرف عديه على المشروع ايه لغاية دلوقتي. صرف تلاتة مليون. والمستخلصات بكام? بمليون? ليه? ايه اللي حصل? collecting the data for reports. انت بتعمل report عن الايه? عن ال commercial. عايز تعمل cost report internal cost report. ايه بالكميات اللي تنفزت? هتطلع على المستخلصات اللي اتصرفت. هتطلع على ال variation اللي انت مقدمه وتجمع ده زاق ده ناقس اللي اتصرفت. تقول للمانيشمنت انا عندي اكروه قد كزا في المشروع ده. من حق اخد من الملك كزا. اخطى اخصم منهم الليابيلتيز على يد مديونيات للسب كونتراكتور للموردين. مزبوط? هنا بيديك جايدانس. مش بيبتدي من الفراغ يا مش مهندس اه مصطفى او يا مش مهندس احمد. كلها ارشادات. كلها هتلاقي ليها ارشادات. بلا استثناء. كونتراكت ادنستريشن. تكون تعرف عن الستاندرد فورم اف كونتراكت. قال لك المهندس ايهاب الفيدك والن اي سي والجي سي تي. الوقت اشلس بس انا كنت عايز اشوف تكتب اه. ده ما صار اسمه السينيور الناس اللي خبرة عريضة قوي. يقدموا التقديم اخف شوية. النجاح فيه مش مضمون برضو بس فيه ناس بتحب تروحهم. دي كل ده هندرسوا مع بعض. مفيش امثلة هنا. الامثلة كانت في المحاضر بقى. دي شركات شركات طلبة. ليه? ليه بقول لك هيفرق دي شركات. كانت طالبة اعلانات بيقول لك هل انت معك ار اي سي اس? فين ار اي سي اس يا شباب. اعمل الان اعلام في الان. هل انت معك ار اي سي اس? ده اعلام في نيوم. فين كلمة ار اي سي اس? اهي. هل معك ار اي سي اس? اساسية. وخمستاشر سنة خبر. ما بالك بقى لو عشر رباس. في ايكا. شركتي السابقة ايكا. اديشنال كويشنز. اهي. لهذه الاسباب احنا بنقول انها حاجة ايه مميزة. ده عنده سؤال يا شباب. شكرا لدكتور. شكرا لحضراتكم جميعا. وان شاء الله نلتقي على خير. وما تقطعوش التواصل. وازن الله رب العالمين نتمنى لكم اه في الاحسن دائم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. هيختم اللقاء المهندس ايهاب طبعا. شكرا يا دكتور. العفو حضرتك. خلاص. آآ اتمنى لكم التوفيق كلكو آآ. وآآ يعني الموضوع ما ملوش لمت برضو آآ كنت حابب اه ما قلناش حتى ان انت بتقدر تفضل مستمر تحاول لمدة يا دكتور بتصحح لي خمس او ست سنين. لو آآ يعني ما عدتش من الاول انت هونو مسموع لك لغاية خمس او ست سنين. طبعا طبعا. آآ احنا كل مجهودنا مش ماندس اهب ان احنا نعدي اسون اسبوسيبول طبعا. طبعا طبعا ما السبون ما عادش ايه يعني هما بيبضلوا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا هبشرك باتنين آآ خلال شهر كتاب. ان شاء الله. وخمسة فريليمانري. خمسة الى عشرة. فريليمانري ان شاء الله يكونوا نجحهم. بازن الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني في ناس نحن عرفها مهمة جدا وقعدت من تاني مرة وتالت مرة وخدوها ونفيش اي مشاكل. خير ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب والى اللقاء قريبا بازن الله رب العالمي. والسلام عليكم ورحمة الله. ايه شكرا جزيلا دكتور مصطفى شكرا جزيلا باش مهندس الهاب. آآ وبيسعدنا مشاركتكو طبعا. آآ شكرا جزيلا للسادة الحضور وتمنياتنا لكم بآآ مسيرة مهنية آآ ناجحة والتفوق بازن الله تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء بازن الله تعالى في لقاءاتٍ اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.